السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله نحن نبدأ بالدول العربية إذا فينا نبدأ من سوريا نبدأ نعم من سوريا سوريا تحت عنوان دولة قيسر الأسد وشعبها إشبال سيسقط قيسر الإزلال وأرى في مواجهة قيسر الرئيس بشار الأسد يواجه ويتصدى بإعلان خطة إنقاذ وطوارئ وطنية شاملة لمواجهة كل التداعيات والصعوبات تحت عنوان سوريا لا تركع ولن تجوع ولا تستسلم وتاريخها شاهد على صمودها رغم كل المؤامرات والأزمات إذن عم تتوقعي أنه قانون قيسر يسقط نعم 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 كمان عن سوريا المصرف المركزي السوري سيبكى بعيدا عن تداعيات قانون قيسر وعن أي عقوبات أمريكية وكل الصعوبات القادمة قانون قيسر سيؤدي إلى وقف كل أنواع الحروب في سوريا وخصوصا في إدليب ومفاوضات جنيف المجمدة أراها تتحرك وتعود بكوة خلال المرحلة القادمة لن يؤدي قانون قيسر في سوريا إلى أحداث أي تغييرات في القيادة السورية وسيبكى الرئيس بشار الأسد هو الممثل الشرعي الأوحد للشعب السوري في المحافل الدولية والإكليمية مفاوضات مباشرة بين أمريكا وسوريا بدعم روسي وبشخص الرئيس الأسد لتزليل كل العقوبات وإيجاد الحلول لأنها الأزمة في سوريا يعني برجع بقالك أنه الأعمار تشوف بعض النازحون السوريين في دول أوروبا أراهم في طريقهم إلى العودة إلى وطنهم الأم سوريا وذلك خلال الأشهر القادمة ما يحصل مقابر الليرة السورية اليوم ما هو إلا أزمة عابرة وكما قلتوا سابقا الليرة السورية ستكون قوية رغم قانون كيصر وذلك في المستقبل القريب وليس البعيد شو يعني المستقبل القريب؟ يعني لما بتقول أنه مش بعيد يعني مش بعد سنوات يعني خلال 2021 الليرة السورية بترجع بتكون قوي يعني بفهم من هذا التوقع عن سوريا بأنه قانون قيصر برأيك تتوقعين أنه سوف يسقط ماذا عن سيادة الرئيس بشار الأسد؟ هل هناك لبعض تكهن أو حكي عن إمكانية تنحي أنه يتنحى بشار الأسد؟ هل بتلاقيه يتنحى؟ لا بيئة بيئة الرئيس الأسد بيئة نعم تشهد سوريا ولادة حكومة جديدة لمواكب التطورات وذلك خلال المرحلة نشان تشهد مدينة دمشق تظاهرات حاشدة ترفع فيها سور رئيس الأسد تضامنا وتأييدا لكل قرارات الأسد القادمة وفيه عفو عن المساجين يعني فيه تظاهرة في دمشق تظاهرة داعمة نعم مناصرة ل مش بس له لزوجته بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد أي مساجين عم تحكي عنه؟ مشكلة بعد يعني فيه نقول أنه يمكن 60% من المساجين فيه إفراج عن المساجين بكرر ماذا عن المعتقلين اللبنانيين في سجون سوريا؟ أنا بشوف أنه فيه قرارات يطلعوا من السجون واللبنانية؟ ما بعرف إزاق ما بقدر جاء وبكعد أجول بس أنه بعد المساجين أنه رح يجي عفو من الرئيس الأسد رح أحكي بعد شوي لما نوصل على لبنان عن قانون العفو في لبنان رح ننتقل من سوريا إلى المملكة العربية السعودية نعم انت فضلي ستتخطى المملكة العربية السعودية أزمة كورونا وستعود المملكة إلى الواجهة الاقتصادية والعالمية نشان بكوة كبيرة وأرى السعودية بكيادة ولي العهد محمد بن سلمان ستصبح مملكة السياحة بامتياز والسعودية ستكون أوروبا الثانية ومدينة الرياض ستصبح عروس الخليج وولي عهد السعودي محمد بن سلمان يتصدر الواجهة العالمية من خلال خطة إنكازية على المستوى الوطن العربي وهذه الخطة تشمل المنطقة العربية وتساهم في إعادة الأعمار والازدهار والسلام في الدول العربية المنكوبة التي شهدت حروب ودمار وأزمات اقتصادية بدعم من الملك سلمان وبدعم من ولي العهد السعودي سنرى ونسمع للمرة الأولى عن تولي امرأة سعودية حقيبة وزارية مهمة ما بين الملك محمد بن سلمان حفظه الله وما بين أولياء العهد أرى مصر ومشرك يفتح أبوابه على العالم في مسيرة طويلة من النجاح والحرية والازدهار والأمان لأرض الحرمين وشعبها وقيادتها وأرى عز ومشد لولي العهد وهو محط حفاوة وكل الأنظار عليه خلال الفترة القادمة يعني بلتمس من كلامك ليلى لأنه أولادك سعوديين عندك بس تحكي عن المملكة العربية السعودية هيك بتزهري وبتوردي لا هذا الوقع أنا رحل لك الرؤية مش الرأي هي رؤيتك مش رأيك طيب بعد عمر طويل تعرفي كله نفسا رائقة الموت يعني بعد عمر طويل بتلاقي الأمير محمد بن سلمان يكتب عنه جلالة الملك في المملكة العربية السعودية طبعا بعد عمر طويل للملك بعد عمر طويل إن شاء الله بيعيش من فوق المية نعم بس بعد عمر طويل نعم تلاقي ملك ملك وبإحتفالات من داخل المملكة كلها ومن خارج المملكة إذا بدك تقول هذا على المملكة العربية السعودية مصر نعم مصر تتحرك عسكريا باتجاه ليبيا هذا التوقع أنا كنت قيلته وراح جيب لك الأرشيف من 2015 أوكي والرئيس السيسي يقود خطة إنقاذ ناجحة لحل الأزمة الليبية وبمنساندة دول أوروبية وعربية صور الرئيس السيسي ترتفع في ليبيا خلال مرحلة القادمة لحدث مهم الشارع المصري يشهد حراك شعبي جديد ومظاهرات كبيرة سيكون لها مطالب اجتماعية وليست سياسية مظاهرات بمصر مع الرئيس ضد الرئيس لا مع الرئيس العلاقات المصرية السورية تعود إلى طبيعتها والسيسي والأسد في مواجهة أردوغان والسيسي والأسد في مواجهة رجب طيب أردوغان نعم الرئيس التركي هنا كنا عن مصر الإمارات العربية المتحدة نعم وفود عربية وأجنبية في قصر الشيخ محمد بن زايد لحدث مهم البيت الأبيض يستقبل ولي العهد محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد لعدة قضايا عربية والزيارة تنجح وتحقق الهدف الإمارات تتخطى أزمة كورونا وتعيد زمن السياحة والازدهار بإذن الله لكن في لقاء أمريكي سعودي إماراتي نعم وكمان القضاء على كورونا نعم ننتقل إلى ليبيا نعم الأزمة الليبية تشهد تطورات بالغة الأهمية أرى من خلالها حفتر والسراج خارج الواجهة السياسية لحدث ما حفتر والسراج خارج حتى لو نشان تبه حتى لو إجا حفتر جبوه مثلا بفترة يستلم ليبيا حفتر دائما تتحدث عن سيف الإسلام نعم رأي ممكن يجبوه يمسك ليبيا على فترة ممكن بس حتى لو هيك شايف السراج وحفتر خارج الواجهة السياسية ومن هنا أرى وبمطلب شعبي عام سيعود اسم سيف الإسلام القذافي بعدني مصرع على التوقع إلى الواجهة وبقوة أمام أي شخصية ليبيا ستأتي أو سترحل تشهد ليبيا عملية اغتيال كبيرة تهز الشعب الليبي ترافقها حركة عسكرية على الحدود المصرية الليبية وأرى الجيش المصري في ليبيا بشكل مفاجئ وسريع بداية التعافي من الأزمة الليبية تبدأ أواخر 2020 أو بأوائل 2021 للربيع 2021 خلنا نقول واتفاق دولي على النفط والغاز نعم أرى دور فعال لأحمد كذافي الدم في ليبيا خلال مرحلة القادمة يعني مع القبائل كل القبائل الليبية لا تشيل أي شخص غريب على أرض ليبيا رح ياخد بعد ثلاث دول عربية بعدين رح ياخد كم توقع عن لبنان لأنه نحنا كمان بهمنا ننتقل لفلسطين لو سمحت عنا كان العراق ماذا كان العراق أو فلسطين العراق بلش بالعراق بوادر أزمة جديدة بين العراق وإيران تخرج للعلامة تحول إلى الشارع في مواجهة بين المظاهرين والمسلحين وسقوط قتل وجرحه والجيش العراقي يتدخل بحزم مع موقف وقرار جريء من رئيس الحكومة العراقية القادمة يساهم في عودة الاستقرار والهدوء أنا يعني الهيمي بقول أنه العراق بإذن الله كمان بال2021 فيها استقرار والثورة منقول أنه ستنتصر بالعراق ممتاز فلسطين صفقة الكارن الأمريكية تعرض لعدة عراقيل دولية ولن تستمر نعم والشعب الفلسطيني ينتفد الموت يغيب شخصية فلسطينية بارزة خلال 2021 الأنظار والإعلام على الرئيس محمود عباس لحدة سمة ممتاز اليمن اليمن سيكون على مشارف نهاية الحرب ويقترب منها سنهاية 2020 كله كله وسنشهد حركة اليمن أنا بشوفها من تهيب يا أواخرها السنة يا بال2021 الربيع مفاوضات أمريكية سعودية وعربية إيرانية لإنهاء الأزمة الشعب اليمني مع المقابل سيحاسب الرئيس شوفوا عن بحاسب الرئيس هادي عبد ربو وأراه خارج الحكم رئيس الحالي نعم شو عنا هلأ؟ تركيا إذا بدك؟ زلزيل يضرب بعض مناطق تركيا للأسف وجوارها تشهد تركيا مظاهرات وغضب شعبي وستكون الأنظار والإعلام على الرئيس أردغان لحدة سمة سنشهد مصالحة كطرية سعودية إماراتية خلال المرحلة القادمة لا محالة لحظة لحظة عيدة 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 في مصالحة بين قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة؟ نعم من ورع حدث بيصير خلال المرحلة القادمة فك الحصار عن قطر؟ صحيح لحظة هيدا أين تبه ممكن أن تشاهد هذا؟ نشان لما أقول يعني بعده يعني إذا عمقولي 2025 أبطلت أوقع لا 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 ما أقولك 2025 أنا عم بقول يعني مش بعد سنين طويل يعني يعني سنين يعني فوق ثلاث سنين فوق السنتين أنت شو عمقولي؟ لا أنا بقول بين 2021 بين 2022 يا خيب أوكي بين 2021 بتلاقي الكرة شو اسمه الفيفا بدي أرجع حضر لها المونديال بتلاقيه بقطر بدي أحضر لها لا أعطيني لأ آخر الحلقة أحسن لك إرجاع أحسن لك المونديال المونديال